اشتركوا في القناة ولعل من المناسب جداً أن نتذكر هنا تلك المواجهات التي جمعت الفريقين في المنافسات والبطولات الخارجية حيث سبق وأن التقى الشقيقان في ثلاث مباريات كانت جميعها على المستوى العربي انتهت اثنتين منها لمصلحات الهلال بينما اتجهت نتيجة المواجهة الثالثة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله اللقاء الأول الذي جمع الطرفين كان في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية الحادية عشر لأبطال الدور في الرياض عام 1995 حيث انتهت أوقات المباراة الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لطربات الترجيح التي ابتسمت في نهاية الأمر للهلال بأربعة أهداف لثلاث أما الثاني المواجهات فكانت في نهاية بطولة الأندية العربية الحادية عشر لأبطال الكؤوس في الرياض عام 2000 وتمكن الهلال يومها من حسم المباراة لصالحه بهدفين لهدف انتهت أشواط المباراة الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجل للهلال أولا محمد الشلهوب في الشوط الأول ثم أدرك النصر التعادل عن طريق في صلاة 2 بالخطأ في مرمى وحسم عبدالله الجمعان المواجهة بالهدف الذهبي عن طريق ضرب الجزاء في الشوط الإضاف الأول المباراة الثالثة كانت في بطولة النخبة العربية السابعة التي أقيمت بضيافة فريق الجيش السوري عام 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجل للنصر لعبه التونسي مهدي بن سليمان وتعادل الإهلال البرازيلي روني فمن سيكسب رابع اللقاءات والذي سيكون هو الأول من نوعي على مستوى القارة الصفاء أصفر العاصمة أم أزرقها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة